من الحاجات المهمة في الكتاب المقالات اللي كتب عبد الحليم عن نفسه نعم ويديشني هنا هذا الاسلوب اللي كان سائد في الكواكب وفي صحيفة الفنية وقتها انه الفنانين يكتبوا مذكراتهم يومياتهم ومقالات ربما مش هما اللي بيكتبوها بيديهم لكن على الاقل بيعني بيحكوها وبيرووها صحيح لكن مع عبد الحليم هنا انا قصاد اعترافات شفافة اعتراف بالضعف بالفقر واليوتب خد بالك ده كلام سنة المقالات كتب سنة 55 50 54 وحاجة و60 يعني مش وهو في وهج النجومية ده هو حتى في مطالعها يعني صحيح منين اولا الفكرة دي الى اي حد كانت متبعة ومقبول بيها ومقبول بيها من الفنانين كتاب عن نفسهم تفعاد التسكري اخر عفات الحمامة نزلت كتاباتها عن حياتها شيء يعني غير مسبوك وشدية نفس الحكاية اه ولما تشوف هنا عبد الحليم يعني يكتب مذكراته بياده بصرف النظر بقى عن كل ما كتب عنه بعد كده والغريب ان انا لقيت حاجات كتيره هو كتبها ما كانش مكتوبة قبل كده في كتب اللي عنه صحيح ثم النقطة التانية انه الى اي حد صدقه عبد الحليم شكل المذكرات او كتابة المواقف الانسانية والحياتية ده شكل الحقيقة يمكن لي يعني ما يوازيه فيه الصحافة العالمية انما صحف دار الهلال هي اللي ابتدعت هذا الشكل شكل حتى المذكرات يعني يعني بين قوسين كده اول مذكرات فنية في مصر مذكرات مكتملة ويعني مستوفية لكل شروط المذكرات تنشرت في مجلة الاثنين دي مجلة كانت بتصديرها دار الهلال بدأت في الحلقة الاولى منها في 23 نوفمبر سنة 1936 ده كانت مذكرات نجيب الرحاني فالبادري اوي اه جد ابتدعت 20 نوفمبر ستة وتلاتين والمذكرات استمرت 57 اسبوع وبعدها كانت مذكرات محمد عبدالوهاب واستمرت شكل ده في المذكرات في مجلة الاثنين سمع مجلة الكواكب وبعدين ما كانوش بيكتفوا بقى بفكرة المذكرات كانوا بيكتفوا بكمان بيضيفوا عليها فكرة الموضوعات اللي هي المقالات اللي بالقلم تلاقي فاتن حمامة بتكتب تلاقي شادية بتكتب تلاقي مجدى بتكتب تلاقي هندي رستوم عبدالحليم طبعا وعبدالوهاب اسماعيل ياسين كل فنانين مصر كانوا بيكتروا مقالات فبالتالي انت هنا في العادة ده بتاع أيام من عمره أنا بسميها المذكرات الموازية عبدالحليم كتب في حياته تلات مرات مذكراته بسكل فعلي مذكرات 12 في مجلة الكواكب سنة 57 وكان عمره خمس ست سنين عمره فني خمس ست سنين فما كانش فيه أحداث كتيرة تذكر وبعدين فيه مذكراتين ظهروا في مايو 77 بعد رحيله واحدة عملها مونير عامر صديقه واحدة عملتها الكاتبة إيريس نظر الثلاث مذكرات بتوع عبدالحليم الحقيقة فيهم قدر كبير جدا من التضاد والتداخل شوالي؟ آه لدرجة انك لا تستطيع ان تمسك بيدك معلومة كاملة متفق عليها مع انه هو اللي بيحكي لانه في 57 كانت الدنيا بدري شوية ما جيت 77 بقى كان عنده بقى اعتبارات النجومية لدرجة انه قال لي مونير عامر جملة شهيرة جدا قال له اكتب مذكراتي بالطريقة اللي انا عايزها وانا عايش و بعدين بقى اكتب مذكراتي بالطريقة اللي انت عايزها بعد ما موت فعلا؟ آه دي جملة شهيرة جدا بس ما عملش الطريق التالي عملها في بعض المقالاته في صباح الخير لو اتا تذكر آه لكن لكن في النهاية كتاب ايام من عمره مستو انه عبدالحليم كتبها في وقت وقوع الحدث يعني خمسينيات وستينات يعني يروح رحلة في اوروبا عشان العلاج فيجي يكتب اكتب وليكم من لندن مثلا او يكتب ثواح او مثلا كنت ربط بيت في سويسا يكتب عن تجربته في فيلم لحن الوفاء فيكتبها سنة 54-55 يكتب دموع في اول الطريق خلافاته مع فريد الاطرش في الستينات يكتب انا وفريد الاطرش مشاكله مثلا في السينما تجربته الاغنية اللي غناءها تحت حرص البوليس دي كانت في فيلم لحن الوفاء فيكتبها علاقاته بالفنانين موجودة اما يتكلم عن وقع حرب الاياء الدولان السلاسي حرب السويسا سنة 56 في رحلته في اوروبا وازاي الانجليز منعه دخوله عشان يكمل علاجه بيتكلم على تاريخ سياسة بيتكلم على مجتمع بيتكلم على سياسة بيتكلم على فن بيتكلم عن عصر بأتملوك في لحظة وقوع الحدث صحيح وهنا المصداقية اللي حضرتك كنت تسأني عليه الصدق يعني لانه هو لم يكن يعني في المرحلة دي ما التلونش ما كانش بقى اعمل زهنه في فكرة التوازينات والمؤامات وتصدير صورة معينة وتصدير صورة معينة ساعتها سهل انه يكذب من اي حد وإلي يتقال وإلي ما يتقالش بالضبط كان ساعتها يتكذب يعني بيحكي عن كمال الطويل تجربته مع كمال الطويل فعلى قد الشوق خلاص كمال الطويل موجود جنه وما يقدرش